تاسك ماستر؟ مين تاسك ماستر ده يا جماعة؟ ده بتاع الويندوز؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في تريل الرياكشن جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنعمل الرياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو بلاك ويدو بلاك ويدو هو افتتاحية المرحلة الرابعة في عالم مارفل السينمائي اللي عليها تساؤلات كتير وعلامات استفهام كتير وأعتقد أن موضوع علامات الاستفهام ده حيبقى العنوان الرئيسي لكتير من أفلام مارفل في الفترة اللي جاية وأولهم طبعا بلاك ويدو تريل الرياكشن دي اتصورت أثناء البث بتاعنا على شبكة نيمو ده العنوان بتاعه لو عاوزين تنضموله عشان كده هتلاحظوا أن فيه تفاعل ما بيني وما بين الناس وهما وضحوا لي حاجات كتير وصلحوا لي حاجات كتير وأعتقد أن ده ساهم في أن الموضوع يطلع بشكل أفضل إيه بقى؟ نظام بلاك ويدو ده تعالوا كده نفتكر مع بعض الدنيا بتدور عن إيه وإيه وإيه بيحصل الحركات ديت؟ من آخر حاجة كنت سمعتها أنهم عملوا انترفيو مع سكارلت يوهنسن في تفاصيل الفيلم وهي وضحت أن الفيلم مش هيبقى أوريجن ستوري ومش هيبقى بريكل أو مش الغرض الأساسي بتاعه هو أنه يبقى بريكل لأحداث معينة مما أربكني أنا بصراحة لأن في الحالة دي أنا مش حاب أفاهم أو متأكد قوي هو الفيلم ده إيه روبرد دوني جونيور ده لم أخزح؟ أوكي أوكي الموضوع إحنا بنتكلم في فيلم أساسا بيدور في حاجة ما قبل الأحداث الفيلم about Natasha Romanoff in her quests between the film Civil War و Infinity War أوكي فإحنا الأحداث بتاع this is very interesting ده مثير للاهتمام أكتر بكتير من اللي كنت قريف موضوع أنه هو حاجة مش عارفين زمانها لا إحنا بنتكلم في المهام اللي هي خادتها على عطقها ما بين Infinity War و Civil War الحقيقة ده مثير للاهتمام لأنه ده بيطلق أحداث ممكن تكون قريبة زمنيا مننا مش بعيدة قوي طيب نبص على الكاست سريعا عندنا سكارلت يوهنسن فلورنس بيو روبرد دوني جونيور ريتشل فيتس وديفيد هاربر أوكي وليام هيرت ماشي حد تاني من الطقم القديم أوكي 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 فنفهم من كده أن الناس دي كلها طلعة في التريلر نايس مخرجة الفيلم هي كيت شورتلاند كيت شورتلاند عملت إيه قبل كده كيت شورتلاند عملت بيرلين سندرم أنا شفت بيرلين سندرم فيلم حلو قوي وإخراجيا معمول فيه شغل كويس جدا أنا أنا خلاص سيتني مع ختم الجودة بتاعي الموضوع بالنسبة لها انتهى وأما بالنسبة للتريلر نفسها فكالعادة ما شفنهاش ولا مرة حنشوفها دلوقتي لأول مرة مع بعض فيلا بينا أطول أن تكون هناك أخبارنا أعطي الناس أعطي الكني وهم two أصدق هذا الملاوك هذا تقول لكن ليس فيها ترجمة نانسي قنقر 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 بوناسين بوناسين ازاي مفيش بوناسين ازاي مفيش بوناسين مش زاي مكون كنت محتاج مش عارف انطبعاتي بشكل عام ايجابية واللي عجبني عجبني قوي موضوع البليسمان بتاعت احداث الفيلم بين انفينيتي وور وبين اند جيم وبداية التريلر ديتني انطبعا ان هما ملتزمين بداه بس جوه التريلر فقدت الاحساس بي شويتين اللي فصلني شوية عجبني جدا ديفيد هاربر بالبليسمان بتاعه بشكل شخصية بالكلام ده كله اللي فصلني شوية الروسي الانجليزي ده اصرارهم على انهم لما يجوا يتكلموا روسي يتكلمون انجليزي بلهجة روسي ده الموضوع ده بيفصلني طول عمر بس انطبعي بشكل عام ايجابي وتحس انها التريلر لمنها تيزر طبعا هي صغيرة هي طويلة على مستوى الزمن بس صغيرة على مستوى التفاصيل بس تستحق التفسيس انا اسف يا جماعة انا كنت اريها غلط انا كنت افاكرها ما بين انفينيتي وور واند جيم انا انا مش قاريتها غلط انا ما قاريتهاش خالص انا تصورت ان هو المنطق بيقول ان امر يحيل المكان اه لأ كده كده الفترة الزمنية اطول شويتين والصراع ما هواش ابوكاليبتك اوي زي مكان ماشي ماشي سوري 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 لا لا بس كده الفترة الزمنية اوضح انا طلخبطت عشان انا كنت فاكر ان احنا بنتكلم ان بعد نهاية احداث انفينيتي وور خلاص مفيش عالم احنا بعد الجليتشاية بتاعة الثانوس ايه اللي مرجعها دي كأم روسيا ورايحة تعمل ايه وايه هدف التواصل مع اصلها والحاجات دي كلها لا 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 كده الدنيا اوضح شوية انا قاريتها صح بس اترجسترد في مخي غلط فبعد وضوح ان الاحداث ما بين سيفل وور وانفينيتي وور في الفترة اللي هم فيها كانوا خارجين على القانون مش خارجين عن نص العالم سبويلر قاللرت يا جماعة للي ما شافش يعني انفينيتي وور وانجيم والكلام ده كله من اللحظة دي احنا غالبا من بداية التريلر واخدين راحتنا بس من اللحظة دي يعني اكتر مش اقوله نتاشها ماتت يا رجالة نتاشها ماتت اصلا احنا بنتفرج على حد ميت بنستعير كلمات السيادة المستشار بس خلاص دنيا واضح انا قاريتها سيفل وور انفينيتي وور بس هي اترجسترت في مخي انفينيتي وور انجيم معلش في بداية التفسيس كده على طول انا مش فاهم ايه المكان ده بس اتصور ان هو روسيا بقى ايه حاجة حاجة موسكو كده يعني حتى انا كنت بتريت اتساءل هي مش بعد انفينيتي وور كانت طلعة بالشعر اللي هو البلند وبعد كده شفنا الترنزشن بتاعته دي كانت من التفاصيل العجباني جدا بس بس كده كده كله بتده يترصف مخي بشكل كويس اشتا اشتا دي التسلسلات اللي شفناها في اتشوف التران يا جماعة سكارلت ويتش عملت لعبتها عليهم وبتدت ترجعهم فافكارهم وتخليهم يشوفوا حاجات من الماضي والمستقبل والكلام ده كله المكان بتاع الباليرينس ده هو النتاشر ومنفرحته السيكونس ده دايما حتى لما بشوفه في اتشوف التران بيفكرني بريتس بارو بتاع جينيفر لورنس لو هو فيلمه كان كده ريتس بارو ده كان فيلمه كل اللي بيحصل فينا الشخصات بتقول لبعضه قومه وقلعه مش باين صوت مين اللي بيتكلم ده ممكن يكون ديفيد هاربر بيقول لها احنا بنكلم على حد هربان بقى بعد الاحداث بتاعت سيفل وور فهي بعد هربها بعد احداث سيفل وور رجعت تانية لحياتها الماضية على ما يبدو انا عاوز اقول روسيا يعني بصراحة بس بقيتش متأكد ان يمور عجبني في المشهد ده بتفاصيله انه بيؤكد على ان الكنين تلقوا نفس التدريب بالزبط لانهم بيشتغلوا بنفس المدرسة في الاكشن في الحركة في الكلام ده كل تحس انهم من المشاهد الحلوة اللي بتقول حاجات كتير من خلال توقيت صغير او من خلال زمن صغير شكل الاكشن عموما في المشاهد ده مش وحش ابدا جود تسييو تو سيس ماعتقدش انها اختها يعني بيولوجيا يعني هي بس اخت في الالاء موضوع الكنفوي والميلتاري حاجة ده والضمار اللي وراها والكلام ده كله يعني تالي بشوية التركيز برضو ممكن يتربط وطلع له نظريات بس انا بصراحة مش عايز جاية تنهي اعمال غير منتهية لازم نرجع حيث بدأ كل شيء ليه لازم نرجع حيث بدأ كل شيء يا صباح الرخص التدريب بقى والفلاش باك فاحنا بنتكلم على حاجة بتدور في زمن من اربع خمس تفلام فاتوا وحيحصل جوا فلاش باك مين ده في نظريات على ده ايه بقى ثاندر بولت ده اشانا لسه ما كنتش فهمت ايه هو فانت روح تنزلي بالثاندر بولت باورو انه عنده ذاكرة فوتوغرافية بينسى اختريق الضرب اللي قدامه يصدها ويقلدها ديفيد هاربور اللي كان حيضيع نفسه بأم هيل بوي ده كويس ان الفيلم ده بيدي له فرصة انه هو ينقذ مستقبله السينمائي حلوة دي حلوة دي حتة ان احنا معانا بروتاجونست سيبك مش حاولك عليه لا سوبر هيرو ولا سؤال معارفش ده ايه بالزبط يعني اغريبا حيطلع له اسم مراخر حيطلع مش عارف حيطلع فايل اكسبلورر مثلا حاجة زي كده المهم انه هو عفي انا بحب قوي السوبر هيرو العفي ده مش اللي هو نظام لازم تقعد تشرحي وطلع لي كتالوج بيعمل ايه ده يا باشا ده بيخش في الباب يطلع من نحية التانية بس خلاص الراجل قدراته شرحة نفسها ومبينة الدنيا مش محتاجين ان احنا نزود في الكلام ومواضح انه هو هيقدم لنا شوية كوميديا كمان وده شيء عاجبني جدا هو موضوع بقى الانجليزي الروسي ده اللي مش فهمه بصراحة ما تتكلمه روسي اخوان يعني في the Irishman اوه لما جوم يتكلم ما كلمهوش انجليزي ايطالي في الحتة اللي مفروض يتكلمه فيها ايطالي الراجل اللي عنده 78 سنة والراجل اللي عنده 76 سنة حزقوا شويتين وتعبوا شويتين وطلعوا ايطالي وتكلموا وعملوا بتاع معرفش مين اسمه Red Guardian ده طلع له اسم كمان بسم الله ما شاء الله ده فيه صراع مباشر ما بين الجوز ما بين التاسك ماستر والانتي فيروس دول الثاندر بولتس صح؟ 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 ولا ايه؟ ها؟ نو؟ مش همه؟ ومال مين؟ حلو ده كمان فيجوالي جدا مايو 2020 طيب هو الموضوع ليه شوية خلفيات من الكوميك بوكس انتوا عارفين كويس ان انا في العادي ما بحبش ادخل فيها بس المرة دي استفدت بوجود الناس في الستريم معنا شرحولنا شوية حاجات وفاهمونا شوية حاجات ولخبطونا شوية حاجات تانية بس الدنيا شكلها ملموم في حدود شرح من الشخصيات والكلام ده كله ولكن اللي مش واضح ليه نتاشا الوحدها اللي عاوزة ترجع تقوم بالمهمة دي وعشان تحقق ايه بالزبط وده انعكس ازاي على الاحداث اللي احنا شفناها بعد كده في انفينيتي وور وفي انت جيم والكلام ده كله لان احنا على حد علمنا لما نتاشا رجعت تاني للعالم بتاع احداث مارفل اللي احنا تبعناها بجد عن الفيلم ده لان احنا نعرفش احداثه ايه ما حسناش ان فيه فجوات اه في فجوة زمنية هيك بتعمل ايه في التوقيت ده بس ده اثر ازاي على احداثنا اللي بعد كده الحقيقة لغاية لما شفنا ما كانش ليه اي تأثير فهل الفيلم ده حيقدر يرسم خط نكمل عليه يثبت ان هو كان ليه لازمة او انه ليه عواقب تساعدنا في استمرارية الاحداث بعد كده ولا لأ ده اللي عليه على ما تستفهام يمكن على الجانب الاخر بتاع جاذبية الشخصيات مع كامل الاحترام لسكارلت يوهانسن يعني ونحن بنحاول نقدم في الفيلم ده دخول لريتشل فيتس لديفيد هاربر للكلام ده كله لو حاولنا نحط لستة او باكتر خمس شخصيات ممكن تخليك تروح تتفرج على فيلم في عالم مارفل غالبا يعني سكارلت يوهانسن او بلاك ويد او ناتاشا رومانوف مش هتبقى منهم فمحدش يقدر ينكر ده كتحدي جديد للفيلم هل ده بيحدد ما اذا كان فكرة حلوة ولا وحشة شيء كويس ولا مش كويس مفيد لمستقبل الاحداث ولا لا كل دي اسئلة هتتجاوب بعدين بس بيضيف عليها تحدي اضافي ان الاسباب اللي تدفع الناس انها تخش للفيلم ده على ما يبدو حتى الان مش كبيرة اوي فلو ضربنا عناصر الفيلم كلها على بعضها في الخلاط ما بين كاست جيد جدا ما بين درجة نجومية وجاذبية للناس ان هما يتفرجوا على فيلم او يدخلوا السينما ما هيش مرتفعة اوي ما بين مخرجة انا شخصيا مؤمن بيها تماما وشايف انها اختيار مناسب جدا ما بين تريلر موفقة ما بين افتتاحية مش مفهومة ما بين مكان في عالم الاحداث جيد انا اتصور ان نسبة الترقب بتاعتي انا تقترب من تمانية ونص من عشرة ما اعتقدش انها ممكن تتعدى ذلك بس عموما ده رأيي انا ونسب الترقبي انا الاهم منهم رأيكم وتوقعاتكم ونسب ترقبكم ياريت تسهموا بيهم في الكومنس ولو في اي اضاحات ممكن تكونوا فهمتوها من القصة او عارفينها من الكوميك بوكس سهموا بيها طبعا في الكومنس نرحب بذلك تماما الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجلكم الحلقات اول باول وطابعوني على فيسبوك و تويتر ونيمو بوديو باز ووي بوي